راديو دبنغا يقدم كندكات وميارم كندكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة كندكات وميارم يأتيكم اسبوعيا من راديو دبنغا كندكات وميارم يعداد وتغطيم فاطمة برهبة البنات جاب عن جواب قبول الله الرداء البنات جاب عن جواب قبول الله الرداء كندكات وميارم تراث الشعبي وبتجد البوشاني والهداي والحكامة وكل المفردات هي في تمجيد القبيلة أو المكون الإرقي أو الطائفة تؤجد لسطاب بتأكراهية لكن القناة الحديثة اللي الآن بتغنيه نظر القرعة أو بتغنيه دا عربي أو قناته في الفترة الأولى من الحرب اللي فيه بيدعج الجيش السوداني لانتهاك الحق في الحياة لمجموعات سودانية دا بيختلف تماما من الغناء المعنوي الزمانة الناس كانت بتحت الزمية وبمسل فخر بالنسبة لها الآن احنا في مرحلة محتاجين لإعادة الغناء المجتمع على مناهي ثقافية جديدة قيمة على تعزيز التسامح والتفاق يعني لابد أن يكون هناك تدريب وتوعية للحكامات في الشعر والغناء الشعبي وتحويلهم إلى حكيمات أريدنا أن نتجاوز خطاب القراهية ونقبل الآخر ونتعايش سلميا لابد من ضوابط فنحن كنساء مفروض نعمل على عناصر بناء السلام وليست عناصر القراهية كل الذين يغومون بهذه الأبعال هم مجرمون حكامات مغنيات صحفيين يغومون بكتابة كل شيء يدعو إلى الإخلال بالسلام العام وإلى إيهانة العقائد وإلى هذه الأبعال الفاضعة هم مزؤولين ويغلل غانون الجناء السوداني أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في حلقة اليوم من برنامج كنداكات وميارم وحلقة اليوم مواصلة للحلقة الماضية التي تناولنا فيها خطاب الكراهية المتفش في السودان بعد الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع وما أثر هذا الخطاب على النساء وهل النساء وقعا ضحايا الخطاب الكراهية؟ في حلقة اليوم نتناول دور النساء المؤسرات في السودان من فنانات وحكامات في نشر خطاب الكراهية وهل في الغانون السوداني توجد مواد تجرم الأعمال الفنية إذا كانت تراس أو غناء حديث تدعو لنشر خطاب الكراهية؟ وكيف نعزز دور المرأة والنساء في نشر صغافة السلام؟ نذكر بضيوف حلقتنا الدكتور آدم محمد آدم عبدالغني الأستاذ الجامعي والمدير السابق بمركز أبحاث ودراسات السلام بجامعة نيالة والأستاذ سعدة محمد زريبة من مركز الرائدات لتوعية النساء ونشر ثغافة السلام من مدينة نيالة وأيضاً الناشطة الحقوقية بوسين حمات حمدان أبو إسماعيل من مدينة الفولة وانضم إلينا في حلقة اليوم الخبير القانوني المعيس حضرة أهلاً ومرحباً بكم جميعاً في حلقة اليوم من برنامي كنداكات وميارم ونحن نبدأ حلقتنا مع دكتور آدم محمد آدم عبدالغني أهلاً ومرحباً بكم دكتور ونحن نواصل حلقتنا وننتقل لتراثنا الشعبي تراث غني وحافل بالمفردات الجميلة وإن تبحث هل تغيرت المفردات في التراث الشعبي أو ظهرت مفردات جديدة في هذه الحرب والتي دارت بين الجيش والدعم السريع يدعو لخطاب الكراهية عندما تنتقل للتراث الشعبي وبتجد البوشاني والهداي والحكامة وكل المفردات هي في تمجيد القبيلة أو المكونة الإرقي أو الطائفة تؤجد لخطاب بطاقة الكراهية وأنا سأستدل ببعض الأشعار الموجودة في البيئة يعني يقول الهداي أو البوشاني للناس اللي أفلوا قدنا في دار فور حمرة يمساير دم الكبود السايل حالات الموت قبائل هو يمجد أنه يستمتع بالموت عندما يكون بين القبائل وعندما يقول حمرة دار كزينة كمجاكي شين أورينة كوباش الموت أنينة ولما تقول لك الحكامة بقول لك أهلي حربية قطارينة فوق الدموم السايلة من العدو الجيبولي الشايلة والشايلة طبعا هي البقرة الماعة تابعية الصغيرة فبتلقى كل التراث الشعب الناتج من الهداي والبوشاني والحكامة يعجد لخطاب بطاق كراهية يدعو إلى الصراعات وما إلى ذلك ودي واحدة من التحديات الحقيقية نحن بنواجيها في هذه الأيام بل تصاعد على مستوى الصراع على مستوى الدولة على مستوى المواقع الجغرافية والمخينات ففي خطاب كراهية كبيرة جدا جدا الناس لا بد أن تدرك هذا الخطاب وتحاول أنه تعالج بقدر الإمكان ونحن ننتقل بالحديث للأستاذة سعدة محمد زريبة من مركز الرائدات لتوعية النساء ورفع الظلم عنهن مرحباك أستاذة سعدة ويمكن استمعتي لدكتور آدم وهو يتحدث عن دور الحكامات والهدايين وأبرز أن هناك كثير من الأغنيات الشعبية غنية بخطاب الكراهية تحدثين عن دور المغنيات برزا مغنيات في الساحة السودانية شخصيات مؤسرات برزا بأغنيات بل بل تحت راح تحسن بالسلاح رأيك في هذه الأغنيات وهل فيها نوع من نشر خطاب الكراهية طيب خلونا نفرق بالنوع من الغناء الشعبي عموما الغناء الداعي لخطابات الكراهية هو يكون فيه شكل من أشكال التحريط يعني لما نعرف خطاب الكراهية هو خطاب يأثر على مجموعة معينة بقصد بهدف الحاق الضرر بفئة آخرة عبر التحقير أو التقليل من الشان أو الدعوة إلى تسبب أزا يلحق بالفئة دي فده خطاب الكراهية زي الخطاب ده إحنا ما بنلقاهه كثير في غناء الحكامات المنسوبات لغرب السودان القناء بتاع الحكامات غرب السودان بيتميز بأنه هو غناء حماسة قناء الحماسة بيركز على دعم مكامل الشجاعة والحديث بالشجاعة الفرسان بالشجاعة الأبناء بالشجاعة أهلها وليانا وكده عكس آآ الخطابات الثانية بتحت الفنانات البتد في للبل وشنو شنو كده يعني بالإضافة لأنهم الحكامات بيتحدثاً عن أو بندداً بالخواف إنه مثلاً آآ بنات عما ما بسلماً ليه الخواف ما عنده محل بيناتنا كده لكن ما بنلقى في خطاب الحكامات أو في الغناء أو التراث الشعبي للحكامات آآ دعوة مثلاً للانتهاك الحقي في الحياة بالنسبة لمجموعات معينة آخر عشان نسميه ده خطاب كراهية إحنا بنصنف القناء قناء الحكامات آآ الغناء المنضبط الغير مؤدلت لأنه في حكامات في فترة من الزمن آآ سيصوا الغناء بتاعهم لكن الغناء الماشي على السيئية بتاعة البادية وكده ده غناء بيعزز مفاهيم الحماسة الفنانات اللي تغنن بدعوة الجيش أو بانتهاك الحقي في الحياة لبعض المجموعات السودانية آآ بيختلف قناءهم عن قناء حماسي وقناء معنى وزمان كانوا بتغننوا بعض الفنانات آآ في الزينة مثلاً شكراً أحي الجيش أيضاً أحيي قاعدة الجيش كناً وين وين ماشي أنا ماشي معاك يا جياشي دي كانت أغاني معنوية زمان بيتعبر عن جيش بعبر عن دولة لكن الغنى الحديثة اللي الآن بتغنيه نظر القرعة أو بتغنيه عربي أو قناته في الفترة الأولى من الحرب اللي فيه بيدعي الجيش لانتهاك الحق في الجيش السوداني لانتهاك الحق في الحياة لمجموعات سودانية ده باختلف تماما من قناء المعنوي الزمان الناس كانت بتحت الزمية وبمسل فخر بالنسبة لها أي فعليا نوع الغنى بتاعه ده ممكن يصنف كواحد من أشكال خطابات الكراهية لأنه بيدعي دعوة صريحة لانتهاك الحق في الحياة لمجموعات سودانية موجودة ومن المفترض أنه يقوم الجيش بحمايتها بدلا من أنه يقوم بانتهاك حقها في الحياة وقتلها وبلها وهكذا وهكذا شكرا أستاذة سعدة ونحن قبل ما نطلع من هذا المحور التراث الشعبي نرجع لدكتور آدم دكتور يمكن تحدثت سعدة عن الحكامات والهدايين والاختلاف يعني في الأعمال في نوع بيدعو للحماسة ونوع يدعو لنشر خطابة الكراهية لكن نحن دائرين نختم معاك النقطة دي بدور الحكامة والهداي والمغنيين الشعبيين عموما في السودان هل ليهم دور في نشر صلافة السلام ونبز خطابة الكراهية؟ دور الحكامة والهداي والبوشاني في بناء السلام والتعايش السلمي وقبول الآخر ونبز خطابة الكراهية؟ يعني لا بد أن يكون هناك تدريب وتوعية للحكامات في الشعب والغناء الشعبي وتحويلهم إلى حكيمات يعني الحكامات اللي إذا قدرنا ندربهم ونواعيهم ونحاولهم لحكيمات حتما أنه بيكون عندهم دور كبير جدا في نشر صلافة السلام لأن التراث الشعبي منتشر على مستوى السودان الأغنية الهادفة الناس بتستمع إليها وبتشكل صراحة بتلعب دور كبير جدا في تشكيل الوجدان شكرا دكتور آدم ونحن ننتقل بالحديث لضيفنا الثالث الأستاذ الخبير الغانوني المعيز حضرة أهلا ومحباك أستاذ المعيز في حلقة اليوم من برنامي كنداكات وميارم استمعت إلى دكتور آدم والأستاذ سعودة محمد زريبة وهم يتحدثوا يعني عن دور الشخصيات المؤسرة من فنانين وهدايين ودور التراث الشعبي والمغنيين في نشر خطاب الكراهية نتحدث معاك في معيار القانون الجناء السوداني هل توجد مواد تحرم مصوص الغناء البتدعو إلى خطاب الكراهية؟ طيب السلام عليكم مشاهدي ومستمعي إذا عدت راديو تبنغا هو طبعا الغنى أصلا هو رسالة إنسانية والغنى في كل العالم في كل الديانات في كل الصغافات هو رسالة يدعو إلى السلام إلى المحبة لكن عندما ينغلب الغناء أو الشعر إلى التحريد ونبدأ يعني خطاب الكراهية يبقى دماغ هنا هذا خطاب يدعو إلى الكراهية يدعو إلى العنصرية يدعو إلى الجهوية هذا أمر يجب أن يحاسب وبالتالي يفقد تعريفه هو كغناء أو كأدب إذا جينا بمعيار الغانون الجنائي أو حتى الغوانين الدولية أو الغوانين الإنسانية فلو أخذنا كمثال الغانون الجنائي السوداني قد أن توجد عديد من مواد الغانون الجنائي السوداني تحرم الأفعال الغنائية أو الشعرية التي تدعو إلى التحريد ويعني لو أخذنا تحديدا نصوص المواد 58 من الغانون الجنائي السوداني بتدعو إلى التحريد على التمرد المادة 59 بتدعو إلى الهروب من الخدمة المادة 60 يعني حتى كثير جدا من المغنيات ديل أنا لا أريد أن أسكر حتى لا أعطيهم غيمة للأسف الشديد يرتدون هذه الغوات المسلحة بمختلف أشكالها وده مخالف المادة 60 من الغانون الجنائي السوداني يعاقب عليه أيضا المادة 62 إذا كان الغناء أو الشعر أو حتى الكتابة الصحفية يعني هذا جانب مهم جدا هذا أيضا يعني إذا كان بتصير روح التزمر بين أفراد الغوات النظامية المادة 62 تحرم مثل هذه الأفعال أيضا المادة 64 من الغانون الجنائي السوداني لسنة 91 تجرم كل من يدعو إلى إثارة الكراهية أو الاحتغار أو العداوة لأي طائفة من الطائف السودان بسبب اختلاف الدين أو العرق فده أشياء الغانون الجنائي السوداني يحرمها وأيضا أي فعل يهدد السلام العام ده برضو فعل مجرم فإذا كانت الأغاني البقموبية المغنين ديل بتدعو يعني بتكرس على كتابة الكراهية أيضا ده أشياء يحرمها الغانون الجنائي السوداني ويعاقبهم بالسجن أيضا يعني إذا انت كونت منظمة تدعو إلى إثارة الكراهية وغيرها المادة 65 من الغانون الجنائي أيضا يحرم مثل هذه الأفعال المادة 66 من الغانون الجنائي السوداني من ينشر أو يزيع أخبار أو غناء يعني أيضا ده أفعال يجرمها الغانون الجنائي السوداني أيضا المادة 66 من يغوم بأفعال أو غناء أو غيره أو غيره يخيل بالسلام العام المادة 66 من الغانون الجنائي السوداني تحرم هذه الأفعال وتعاقد من يغوم بذلك وتدينهم أيضا عندنا المادة 125 من الغانون الجنائي السوداني لسنة 21 كل من يقوم بإهانة العقائد الدينية وغيرها أيضا يعاقب أيضا في المادة 144 يعني الإرهاب السباب مادة 160 كل من يقوم في غنائي بذكر السباب أو غيره أيضا الأفعال الأفراد يعني شخص في مكان عام يقوم بأفعال يعني بها إحاءات جنسية وغيره اللي هو دي مسميه الأفعال الفارحة المادة 152 يعني انت لو لاحظت الفترة الفاتت الفريغ البرهان وغف أمام جنوده وغام بحركة رفع يديه وهذه الحركة أصبحت متداولة هذه الحركة للأسف الشديد يعني هي فيها شي غين يعني هو الآن رأس الدولة أو كما تسميه هو الغايد العام يعني يجب هذا المنصب أن يحترم هذا الفعل الذي غام به البرهان هو فعل يقع تحت المادة 152 من غانون الجناء السوداني الأفعال الفاضحة الأفعال الفاضحة 152 ما غام به البرهان هذه الحركة التي يعني انتشرت في اليومين الماضيين هي تعتبر تقع تحت نصى المادة 152 من غانون الجناء السوداني واللي يقع على الفاضحة في مكان عام ما غام به غايد الجيش يعتبر فعل فاضح وإن كانت لدينا نيابة حقيقية يجب أن يقوم بفتح بلاخ ضده وللأسف هذه الفعل يعني انتشر حتى على تلفزيون السودان أصبح هناك مزيع يقوم بهذا الفعل الفاضح أمام الجمهور وهذه كل أفعال فاضحة للأسف الشديد يحرمها الغانون الجنائي السوداني وبالتالي أنا أعتقد كل الذين يقومون بهذه الأفعال هم مجرمون حكامات مغنيات صحفيين يقومون بكتابة كل شيء يدعو إلى الإخلال بالسلام العام وإلى إيهانة العقائد وإلى هذه الأفعال الفاضحة هم مزئولين وفقا للغانون الجنائي السوداني وحتما قطعا عندما تأتي دولة سيارة حكم الغانون في السودان قطعا مثل هذه الأفعال يجب أن يحاصبوا عليها ويمكن كل هذه الأفعال إجمالة أيضا تدخل من باب الجرائم الموجهة ضد الدولة من باب الجرائم ضد الإنسانية المادة 186-187 من الغانون الجنائي السوداني هذه كل الأفعال تدخل من ضمن جرائم الحرب مواد 186-187-188-189-190-191 كل أفعال هؤلاء الأشخاص من فنانين أو فنانات أو حكامات أو حتى صحفيين أو حتى يعني مزيعين أو حتى يعني غادت في الجيش أو غيرهم في كتاب الإسلاميين ما يغومون بهذه الأفعال الفاضحة هذه يجب أن يحاكموا ويغومون بفعل مجرب لكن للأسف الشديد نحن الآن لا توجد لدينا دولة حكم غانون ولم بدأ سيادة حكم الغانون نيابة العامة وغعت بكاملها أصبحت مخلف غد في حكومة الأمر الواقع وأصبحت في يد الإسلاميين تطارد السياسيين وتقوم بفتح البلاغات الكيدية وتقوم بتفتيش التلفونات حتى إذا وجد في تلفونك كلمة تزغط بس أو بل بس يغومون بتوجيه جريمة ضدك من ضمن باب الجريمة ويحكم عليك بالإعدام وبالتالي كل من يقوم بهذه الأفعال التي ذكرتها فهو مجرم فهو متهم ويفغل للغانون الجناء السوداني ويجب أن يعاغب من ارتكبه ولكن للأسف الشديد نحن الآن في حالة إفلات كامل للعغاب إفلات كامل لكل المجرمين الذين يغومون بهذه الأفعال ولذلك نجد هذه الأفعال تزداد يوما بعد يوم ويتم التحريض لها بوسط هؤلاء المغنيات ولكن غطعا ما يغوم به هؤلاء المغنيات والحكمات هو فعل أو أفعال مجرمة ويفغل للغانون الجنائي شكرا أستاذ المعز الخبير الغانوني شكرا لمشاركتك معنا في هذه الحلقة من برنامج كنداكات وميارم وإنت تكلمت عن المواد في الغانون السوداني التي تحرم مصوص الغناء التي تدعو إلى خطاب الكراهية شكرا جزيلا دكتور آدم ونحن ننتقل بك يعني بعد استمعت للشقة الغانوني شنو المطلوب للحد من خطاب الكراهية المتفشي في المجتمعات أريدنا أن نتجاوز خطاب الكراهية ونقبل الآخر ونتعايش سلميا لا بد من ضوابط لخطاب الكراهية أو للتعايش السلمي أو لقبول الآخر أولا يعني الاعتراب ويود الدين الآخر لا بد يعني نعترف أنه في ناس بيحتنق دينات أخرى ويعتبر اعتراف وجود وتعايش لا اعتراف بالضرورة صحة إلى ذلك بالنسبة لنا كمسلمين أيضا التعامل مع غير المسلمين بالبر والقصد وذلك بعدم الإدوان عليهم أو إخراجهم من الديار إلا إن وقع منهم ما يجب ذلك شرعا والتفاهم والحوار معهم باللتي هي أحسن أدم التفاخر بالعراق والطعن فيما سواها فالعراق هي في حد ذاته غير ذات قيمة يعلو بها على أحد من البشر تكافأ الفرص والعيش الكريم بين سائر العراق واللقات دون ما تميز إلا باعتبار عادل كتفاوت العدد ونحو ذلك تجنب التدخل في شؤون الآخرين دي كلها ضوابط إذا استطعنا أن نحافظ عليها فنحن حتما حنضمن مسافاتنا وحنتجاوز خطاب الكراهية وحنتعايش سلميا وأنا ما عاوز أطيل في هذا الميال شكرا جزيلا لإستضافه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل للأستاذة سعدة مرحبا بيك أستاذة سعدة ونتحدث عن دور المنظمات الآن في منظمات بتعمل يعني في كل ولاية السودان بتدعم وبتمول بعض الأنشطة الخاصة بالنساء يعني في الرعاية الصحية وغيرها يعني من المناشط اللي بتحص المرأة في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها السودان وفي تفشي خطاب الكراهية هل في دور يعني ممكن أو أنشطة أنتو كواجهات نسوية وبتعمل في المنظمات المجتمعة المختلفة هل في منظمات بتدعم مشاريع لتغيير المفاهيم ونشر تعزيز السلام والحتم من خطاب الكراهية النقطة الثانية الآن كثير من المنظمات والجمعيات العاملة بيجيها تمويل التمويل مخصص لظروف الطوارئ ما بنلقى كثير من المشاريع الممولة لها علاقة بثغيير المفاهيم والثقافات المجتمعية الآن احنا في مرحلة محتاجين لإعادة اتناء المجتمع على مناهي ثقافية جديدة قيمة على تعزيز التسامح والتفاهم وكده حتى نصل للمجتمع متعافي ده ما بتأتى إلا بإننا نلقى معاونات من المجتمعات الدولية ومن المانحين فإننا نحصل على تمويل لمشاريع ويقوم في تسهيلات للمشاريع اللي من النعدة في تسهيلات لمشاريع البحث على يعني مثلا الناس مفترض تشتغل بحوث على مدى تأثيرات خطابات الكراهية دي على النساء في العلاقات الاجتماعية في التزاوج في علاقات الأهل من أقاليم من أقاليم تانية الكلام ده ما يجي بس على مستوى يعني زواهر ممكن نحصرها في مناطق جغرافية معينة ومحددة إحنا محتاجين كناشطات وكفاعلات في المجال النفسوي إننا ننشر إننا نكتب إننا نطلح صوت للإعلام وللمجتمع الدولي في المرحلة دي عشان نقدر نقير من الثقافة ونقير من وجهة المجتمع ونظرة المجتمع علينا زادا أسعدة شنون مطلوب يعني من النساء للحد من استهدافهم والزج بهم في الأعمال التي تدعو لخطاب الكراهية لابد أن تتكاتف النساء بمختلف انتماءاتهم الجهوية وبمختلف تواجدهم الجغرافي داخل وخارج السودان فإننا نقوم بحملات مناصرة واعية ومدروسة واسعة المدى للحد من الزج بالنساء في خطابات الكراهية للحد من استهداف النساء والتعريض لمحاكمات عسكرية وهم مدنيات أو معاكستين في عمليات السفر في الزهاب والقياب لابد من أنه تكون حملات المناصرة على مستوى داخل السودان وخارج السودان حملات إهلامية وحملات على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي والإزاعات والتواصل مع المنظمات الأممية والجهات الحقوقية لابد من أنه يعلم العالم كله أن النساء في السودان بيتم استهدافهم ويتعرض لخطابات كراهية بصورة ممنهجة بتحيد من كرامتهم بتحيد من مقدرتهم على الحركة والتواصل ويجب أن تغيف هذه الأشياء الحاجة الثانية لا بد أن يلتفت العالم والمانحين والمنظمات الناشطة في مجال النساء إنه النساء في مناطق هذه النزاعات هم بحوية ماسة لمساحات ولمناطق آمنة للإيواء لمناطق مساحات آمنة للمعالجات النفسية شكراً أستاذة سعدة محمد زريبة ونحن ننتقل بالحديث لضيفتنا الأخيرة الأستاذة بوسينا حمات حمدان أبو إسماعيل من مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان وبوسينا نحن نختم بك هذه الحلقة واستمعتي لدكتور آدم والخبير الغانوني المعيس حضراء والأستاذة سعدة محمد زريبة تحدثوا كثيراً يعني عن الأعمال في التراث الشعبي والأغنيات بتدعو لخطابة الكراهية شنو الرسالة الممكن توجهيها للنساء للحط من نشر خطابة الكراهية في المجتمعات بذلك النساء هم زاد ومارسوا خطابة الكراهية على بعض فأنا رسالتي للنساء أنه ننتبه لهذا الخطاب المسيء للآخر أنه ما نتعامل به ونبدأ من البيت يعني نرفض الخطاب الكراهية وننشر ثغافة السلام في المجتمعات بدل ما نحن ننشر في النعرات الغبلية والعنصرية ننشر خطاب السلام فنحن كنساء مفروض نعمل على عناصر بناء السلام وليست عناصر الكراهية شكراً أستاذ أبو سين حمات حمدان أبو إسماعيل والشكرا عبرك موصول للدكتور آدم محمد آدم عبدالغني الأستاذ بجامعة نيالة والمدير السابق لمركز أبحاث ودراسات السلام والشكر موصول للأستاذ الخبير القانوني المعز حضرة والشكر أيضاً موصول للأستاذ السعودة محمد زريبة وشكراً لكم المستمعون الكرام إلى أن ألتقيكم الإسبوع القادم في حلقة يديدة من برنامج كنداكاتو ميارم لكم مني عاطر أطحايا